اسيسي يؤكد اهمية تعزيز دور وزارات تعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الرئاسة العراقية في وصول كتاب من كتاب عفوا من مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الاكبر وبوتين يقول ان وجود القوات الروسية في سوريا هدفه هو ضمان السلام والاستقرار الرابع سران الثانية بتوقيت جرنش مجزو الأهمي وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي كجسر ومنصة تصهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي النابع وتبادل الخبرات في هذا الصدد وخلال استقباله وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب أشار الرئيس السيسي إلى أهمية دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي للسعي نحو الارتقاء بالجامعات ومنهجية البحث العلمي للمساهمة في عملية بناء الإنسان كما أكد الرئيس همية توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع والاهتمام باللحاق بركب الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاستفادة من هذه التقنية قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار وخلال الجولة استمع مدبولي إلى شرح مفصل من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار حول إجراءات التيسير على المستثمرين حيث أكد مدبولي أن هدف هيئة الاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية في كل قطاعات الدولة مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى تنسيق كامل مع كافة الجهات بالدولة وأن تكون هناك حملات ترويج حقيقية مشددا على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات عن خريطة الاستثمار العالمي تضم اهتمامات المستثمرين وأليات جذب هؤلاء المستثمرين من كل أنحاء العالم أجرى وزير الخارجية سمح شكر اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لفراف وذلك في إطار التشاور المستمر بشأن القضايا والتي تهم البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية وقالت وزارته الخارجية في بيانا أن الوزيرين تبادل الرؤى حول آخر مستجدة قضايا المنطقة وفي مقدمتها شأن الليبي لا سيما في ظل توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية وفايز السراج مؤخرا وأوضح البيان أن الاتصال تم ضمن التأكيد كذلك على أهمية العمل نحو تفادئي تفاقم للوضع هناك والدفع قدما بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية بما في ذلك مصار برلين السياسي كما تناول شكر أيضا مستجدات الوضع في المشهد الليبي في اتصال هاتفي مع كل من مستشار الأمن القومي الألماني يان هكر ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا قسن سلمة دعا نائب الرئيس البرلمان العراقي رئيس الجمهورية إلى تكليف رئيس الوزراء دون التقيد بالكتلة الأكبر من جانبها أعلنت الرئاسة العراقية أنه لم يصلها كتاب من مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر يأتي هذا فيما يعقد مجلس النواب العراقي جلسة للتصويت على التعديلات على قانون الانتخابات الجديد بعد تأجيل الجلسة الأكثر من مرة ويسود الخلاف في مجلس النواب بشأن المادتين الخامس عشر وستس عشر من قانون الانتخابات الجديد المتألف من خمسين مادة المتعلقتين بالدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد وطريقة احتساب الأصوات ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح قال الرئيس الروسي فلاديمار بوتين أن وجود القوات الروسية في ميناء طرطوس السوري ومطار حميميم يعد ضمانا للسلام والاستقرار في هذا البلد وخلال اجتماعا موسع لوزراء الدفاع الروسية موسكو أكد بوتين أن الجيش الروسي يلعب دور رئيسي في تحقيق السلام في سوريا نهاية الموجز لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري أكسترانيوز دوت تي في إلى اللقاء اشتركوا في القناة